اشتركوا في القناة والاستعرض جلالة العاهل المفدى ورئيس جمهورية تركومانستان خلال الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها بما يعزز مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات وأشهد جلالته بالمستوى المتقدم في مسار العلاقات الثنائية مؤكدا تطلع المملكة لتعزيز وتطوير علاقاتها مع جمهورية تركومانستان بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما ويخدم مصالحهما المتبادلة واتفق الجانبان على مزيد من اللقاءات والعمل المشترك بما يعزز أطر التعاون الثنائي لسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية كما تطرق الاتصال إلى جائحة فيروس كورونا المستجد وتطوراتها والجهود العالمية المبذولة في مواجهتها واحتواء أثارها حيث أعرب جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس عن تمنياتهما بتجاوز هذه الأزمة وأن تنعم شعوب العالم بالصحة والسلامة والأمن والطمأنينة ترجمة نانسي قنقر